هذه الأذكار تبدأ أولا بالاستغفار استغفر الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا يعني أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ممكن أزيد بأ استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحياة القائمة وأتوب إليه أي صغة استغفار يعني فالاستغفار درقم واحد رقم اثنين بعد الاستغفار الإنسان يقول اللهم يعني اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ده ذكر مع الاستغفار ثم قراءة آية الكرسي آية الكرسي معتدين على قراءتها وحتى جاء في حديث أن قراءة آية الكرسي عقب كل صلاة من قرأ آية الكرسي عقب أو دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت يبقى الاستغفار وآية الكرسي ثم بقى التسبيح اللي هي سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 33 مرة ثم نختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير من قال هذا غفرت ذنوبه حتى وإن كانت مثل زبد البحر ترجمة نانسي قنقر